طبعا عايزين برضو من ضمن الحاجات نتكلم مع حضراتكم فيها يعني نتكلم شوية في مسألة الجولة الأخيرة من تصفيات الكان ونعرف بقى بالتالي ايه المنتخبات وتحديدا أن المنتخبات من المنتخبات العربية هي اللي تم يعني تصعدها ويتأهلها بعد طبعا نهاية الجولة السادسة والأخيرة هيكون فاضل عندنا مجموعة مباراة هتتلعب النهاردة هنعرفها لحضراتكم بس بشكل مختصر على قد وربنا يقدرنا في المجموعة الأولى يعني خلاص تأهلت نيجيريا عن صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة ولسه عندها مباراة تأهلت معها غينيا بساو برصيد 10 نقاط دي المجموعة الأولى المجموعة الثانية تأهلت فيها بوركينا فاسو برصيد 11 نقطة وعارفين أنها يعني حتكون معانا في تصفيات المونديال وتأهلت كمان كاف بيردي في المركز الثاني المجموعة الثالثة اللي انسحبت منها كينيا ما زالت الأمور فيها شائكة إلى حد ما والأمور محصورة ما بين ثلاث منتخبات ناميبيا والكاميرون وبروندي المجموعة الرابعة منتخبنا تأهل برصيد 15 نقطة بعد طبعا آخر فوز على إثيوبيا بهدف مصطفى فتحي إحنا باختصار كسبنا خمس منشاط واخسرنا مباراة وحيدة نسبة نجاحنا تتخطر 95% وبالمناسبة معانا منتخب غينيا برصيد 12 نقطة المجموعة الخمسة تأهل فيها البلاك ستارز منتخب غانا برصيد 12 نقطة ومعانا منتخب أنجولا برصيد 9 نقاط وخرج منتخب أفريقيا الوسطى مع مدغشق نكمل برضو المجموعات ونشرح لحضراتكم كمان موقف المنتخبات في كل مجموعة المجموعة السادسة بقى تكملة لكلام كريم تأهل منتخب الجزائر برصيد 16 نقطة المجموعة السابعة تأهلت مالي عن صدارة المجموعة برصيد هنا 15 نقطة والمجموعة التامنة تأهلت قادفوار طبعا الدولة هي المنظمة برصيد هنا 13 نقطة والمجموعة التاسعة تأهلت القنغو الديمقراطية في الصدارة برصيد 12 نقطة ده كان بعد فوزة طبعا على السودان بهدفين وكان معها المنتخب طبعا المفاجئة هنا اللي احنا كلنا كنا برضو مقيد متوقعينه موريتانيا برصيد 10 نقاط المجموعة العاشرة تأهل نصور طبعا كورتاج التوانسة برصيد 13 نقطة في الصدارة ومعها برضو بنفس الرصيد كاتغينيا الاستوائية وعندك بعد كده المجموعة 11 بعد استبعاد طبعا زينباوي تأهلت جنوب أفريقيا برصيد 7 نقاط معها المغرب برصيد 6 نقاط ويتأجلت طبعا زي ما احنا كلنا تابعنا المباراة الأخيرة ليهم أمام لايبيريا بسبب طبعا ظروف الزلزال اللي لسه تبعتها لحد دلوقتي بصراحة نقبل إن شاء الله أن الموضوع يعدي على خير ولا يتم تكراره مرة تانية زي ما كنا نكلم يا كريم مبارح فيه كلام أنه ربما هذا ليس زلزال الأخير نتمنى من الله الساتر حقيقي يعني احنا مش حملة أبدا حاجة زي كده المجموعة الأخيرة بقى تأهلت السنغال ب16 نقاط وتأهل معها منتخب موزنبيق برصيد 10 يعني النقاط على كل حال احنا منتكلم كده تأهل 22 منتخب متبقي منتخبين النهاردة وبكرة عشان يكتمل بقى يا كريم عدد الـ 24 منتخب المتأهلين للكانب التوفيق هتكون طبعا مطولة قوية جدا كل التوفيق ان شاء الله المنتخبات المختلفة يعني اختصارا لكلامنا ونهارد كده المنتخبات العربية التي تأهلت هي مصر وتونس والمغرب وجزائر وموريتانيا طبعا هدافي التصفيات هما نجم نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا فيكتور أوسيمن بالنزجل 7 أهداف ورا على طول يانسن داكا مهاجم منتخب زنبيا وايضا لاعب مميز في لاستر سيتي برصيد 5 أهداف احنا كده نكون استعرضنا مع حضراتكم كل ما هو متعلق بتصفيات الكان اكيد زي ما نهواند بتقول هنكون على موعد مع واحدة من أقوى البطولات القرية كالعادة وزي ما قلنا بارح كنا منكلم في التفصيلة دي ان احنا مش هنقبل غير بلقب هذه البطولة في هذه النسخة اكيد احنا معنا منتخبات قوية جدا في هذه البطولة لكن في المقابل احنا برضو عندنا منتخب يعني زي الفل وعندنا كتيبة محترفين في مقدمتهم طبعا العالمي محمد صلاح وان شاء الله نرجع مرة تانية لمكانتنا الطبيعية الفريقية بإذن الله لازم هو بص يعني لابد ولازم ان شاء الله ده يحصل لان ده المكان الطبيعي المصر بصراحة يعني حتى وان تبدلت الامور في بعض السنوات لكن لازم الوضع يتم تصحيحه فان شاء الله يحصل ده هذا الموسم